يطون فواتير يقول لك أنا مثلاً راح أستورد بمليون دولار لبن ما هي الأدلة والوثائق التي تملكونها والتي بحوزتكم عن صحة الفواتير الخاصة بالحوالات والتعاملات الخاصة وبالمعاملات المستندية للمصالف المتعاملة مع مزاد العملة أخي العزيز راح أبسط لك الموضوع لأن إذا أدخل بالمصطلحات المالية والقضائية القانونية قد تتعقد المشهد شوية على المشاهد فإحنا نتكلم ببساطة واضحة العراق عنده نفط يبيعه يحصل دولار يجي الدولار إلى حساب العراق في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ويتحول إلى البنك المركزي يجي البنك المركزي لازم يحول هذا الدولار إلى دينار وينطي دينار إلى وزيرة المالية حتى وزيرة المالية توزع رواتب وتصرف على المشاريع هذا هو الحالة الطبيعية اللي دي يصير عندنا البنك المركزي دي يبيع الدولار عن طريق مصارف خاصة إلى مجموعة من المستوردين كشركات وأشخاص هذول المستوردين مقابل هذا الدولار اللي يشتروه بسعر معين هو منخفض نسبيا بين دول المنطقة ولا يتناسب مع حجم الاقتصاد العراقي فيضطون فواتير يقول لك أنا مثلا راح أستورد بمليون دولار لبن فرضا فرضية نابق مثلا فمقابل هذا المليون دولار هكذا فلوس عراقية داخل البلد وضطيني دولار بحسابي في أي بلد آخر حتى أستورد هذه المادة جيد هذه هي الطريقة الطبيعية من استورد هذه المادة غير تدخل للبلد مع العلم أننا نتحفظ أساسا على أصل الموضوع أنه احنا كافي بس نستورد غير نفعل زراعة وصناعة على العموم استورد هذه المادة وأخذ الدولارات لكن المادة ما دخلت والدليل أنه المادة ما دخلت أنه القمرق اللي أن يخذ بنفس الفترة اللي تحولت بها هذه المادة ما كو موجود بي أنه استورد هذه المادة المعينة اللبن مثلا فبالنتيجة لحد واحد تسعة 2020 احنا من واحد واحد إلى واحد تسعة طالع عملة صعبة من البلد بمقدار 27 مليار دولار نعم احنا أقل قمرق عندناك 5% أقل شيء يعني مو المعدل أقل شيء 5% وضريبة 3% صار 8% فالمفروض الإيرادات من الضريبة والقمرق تكون بحدود المليارين يعني القمرق إذا 5% بحدود المليار و350 مليون دولار للأسف بنفس الفترة من واحد واحد إلى واحد تسعة واردات القمرق لم تتجاوز الـ 400 مليون دولار يعني فرق مليار دولار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر